حدث يسهل قدوم المهدي المنتظر ليحرر العالم من ظلم وبطش الطغيان للقضاء على القوى العظمى وإنهاء حالة التكنولوجيا المفرطة التي تدعو الدول العظمى للسيطرة على كل موارد البيئة المادية الطبيعية على كل ما يتمكنون من السيطرة عليه الأمر الذي سيساعد المهدي في نشر الخير ونشر السلام في قيام الدولة الإسلامية التي من شأنها أن تحرر كل مظالم هذا العالم في ظل الغطرسة الغربية والأمريكية على هذا الكوكب البسيط العديد من تحليلات العلماء تشير لأن العديد من الأحداث الكونية العظيمة ستحدث في القريب العاجل وذلك بعد دوران نواة الأرض على عكس مصارها الطبيعي وعلى عكس دوران الأرض الحقيقي أهمها عواصف شمسية وعواصف كهرومغناطيسية يتنبأ ويتنبأ لها أنها ستقضي على عالم التكنولوجيا تماما في غضون الأشهر القليلة القادمة يتوافق هذا المفهوم يتوافق هذا الحدث بشكل كبير جدا مع مع معتقداتنا الإسلامية والدينية ومع ما أنظرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقدوم المهدي بانتهاء القوى العظمى وبدء معركة نهاية الزمان ولكن ليس بالدبابة ليس بالطائرة ليس بالصاروخ ليس بالنووي إنما بالشيف والحجر بالخيل والشجر كلنا نعرف أن هناك ما يدعى المهدي المنتظر الذي سيقيم الخلافة الإسلامية ويقيم دولة المسلمين على أسس صحيحة وأسس دينية عادلة ويعلم الناس الدين ويرشدهم إلى طريق الصواب والطريق المستقيم فكيف له أن ينتصر بالمسلمين على أكبر دول في العالم كروسيا وأمريكا الصين وكوريا وغيرها من الدول المتغطرسة والمتشبعة في أسلحتها التكتولوجية والنووية تخيل أن المهدية يخرج في هذا الوقت الراهن فما الذي سيحدث له عقلنا البشري يقول أن أمريكا ستضربه مثلا هو وجيشه بالنووي للقضاء عليه وهذا أمر بسيط وطبيعي أن يحدث في ظل أن ميزان القوى غير متوازن الصين قد ترشقه بصواريخها العابرة للقارات انتصاره لابد له أولا من حدث كوني عظيم ينهي عصر التكنولوجيا تماما ليستطيع أن ينتصر بالسيف وبالحصان بالحجر وغيره من الأدوات البسيطة وبقدرة الله عز وجل العالم الغربي حاليا متخوف من تغير كوكب الأرض ويقول أن ذلك يؤثر على التغيرات المناخية والمواد الغذائية ستقل المواد الغذائية والإمدادات الاقتصادية ستجف المياه وتنقص موارد الطاقة والتي بدورها ستؤثر على الصناعات صناعة الطائرات الأسلحة والسيارات كل هذا يؤكد لنا أننا في فترة استثنائية وفترة حرجة يتغير فيها مجرى الحياة ويتساوى فيها موازين القوى طبعا استطاعوا اللعب بعقلنا البشري تبسيط الأمور والمفاهيم حتى لا يعطى لنا أمل للإنسان البسيط ولعالم المسلمين المظلومين ويقولون لنا أن نواة الأرض عندما تغير اتجاهها لن تؤثر على موازين الأرض وعلى خيرات الكوكب إلا أن نواة الأرض لا يتمكن أحد من الوصول إلى كل تفاصيلها الدقيقة حتى نطمئن كما يشع فهي على بعد خمسة آلاف كيلو متر مليئة بالحديد هي من يحكم الدوران هي من يحكم الزلازل هي من يؤثر على البراكين هي من يؤثر على مجرى المياه والمحيطات القطبين الثلوج التغيرات المناخية من سيطمئننا حال انقلب هذا الكون من الطبيعي أن العلماء اكتشفوا السبب والتفسير لكنهم لا يعرفون الغاية من هذا الحدث العظيم لا بد أن لكل شيء غاية أرسلها الله لنا في هذا الكون لحكمة رغم غفلتنا إلا أننا بمجرد سماعنا لهذه الأخبار وهذه الأحداث الاستثنائية ندرك فورا أننا على أعتاب علامات كبرى قد أنظر الرسول صلى الله عليه وسلم بحدوثها كشروق الشمس من مغربها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر